ازايكم يا شباب معاك ودكتور ميناجاد والبيولوجي لسنة قولة سنوي النهاردة ان شاء الله بنكمل بارت 2 في التكسونومي ان شاء الله التكسونومي هيكون نازل على مدار 3 حلقات احنا خلصنا الحلقة الاولانية بارت 1 النهاردة هيكون بارت 2 وإذن الله الحلقة الجاية بارت 3 النهاردة احنا هنتكلم عن 4 كينجدمز مونيرا وبروتيستا وفانجاي وبلانتي دول الاربعة هنتكلم عنهم النهاردة وان شاء الله الحلقة الجاية هتكون كينجدم أنيميليا كينجدم أنيميليا عشان كبيرة فهيبقى مخصص لها حلقة واحدة كاملة طبعا بنفكركم ان انتو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وتقدروا ان انتو تعملوا شير للفيديو لأصدقائكم بننتظر كل الكومنس بتاعتكم وبنبدأ ان احنا نرد عليها كان في محاولات هناخد كده introduction بسيط وبعد كده نبدأ نخش على طول في الموضوع بتاع الكينجدمز كان في محاولات لتقسيم Living Organism سنبدأ نتكلم عن كام محاولة اول محاولة كانت من 2300 سنة على يد الفيلسوف اللاتيني أرستو الراجل دو تجيه ورح قال انا هقسم الكائنات الحية كالتالي الحيوانات هقسمها لred blooded animals يعني animals جواها دم لونه احمر وفي حيوانات تانية ما فيش جواها دم وفي حيوانات ما فيش جواها دم دي مثال بسيط مثلا الجنباري اللي بتاكلوا الكابوريا الحاجات دي ما فيش جواها دم طيب وقسم النباتات لأشجار وشرابس كلمة شرب معناها نبات عامل زي الشجرة بس بيكون صغير يعني اللي هي الأشجار أو الشجيرات الصغيرة هي دي الشربس والويدز الويدز دي اللي هي الحشاش يبقى قسم النباتات عنده للأشجار وللشرابس اللي هي الشجر الصغير والويدز اللي هي الحشاش بعد كده جيه كارولوس اللي تكلمنا عنه الحصة اللي فاتت وقلنا ان هو هو اللي حط النومنكليتشر هو حط نظام التسمية الراجل ده رح قسم الكائنات الحية المجموعتين الانيمال كينجدم والبلانت كينجدم مملكة الحيوان ومملكة النبات بعد كده جيه التقسيم اللي احنا هنشتغل به اللي هو روبرت العالم دوت في سنة 1969 هو اللي حط نظام التقسيم اللي هنشتغل عليه اللي هو قسم الكائنات الحية الخمس ممالك مونيرا بروتيستا فانجاي بلانتي أنيماليا في الحقيقة انه زيادة التكنيكس اللي هي الطبية والتكنيكس العلمية والثورة في عالم التكنولوجيا ساعد جدا البيولوجيكال فيلد وساعد انه تزيد المعرفة وزاعد هذا الرجل روبرت انه هو يبدأ يعمل النظام الحديث اللي هنشتغل به النظام دوت يا جماعة شغال لغاية النهاردة في جميع الاوساط العلمية هنلاقي انه بعض الكائنات الحية روبرت معرفش انه هو يقسمها يعني حطها في برا كده قالك دي مش هحطها طبع التقسيم بتاعي أمثلة مثلا زي الفيروسات والفيرويدز والبرايونز الفيروسات زي البوليو والإتش آي فيو والميسلز والإنفلوانزا شلال الأطفال وهو فيروس المناعة والحصبة والإنفلوانزا الحاجات دي ما عرفش انه هو يقسمها كلمة فيرويدز هي مصغر للفيروس وكلمة برايونز يعني بروتينات الفيروس يعني بروتينات ضعيفة قوي قوي من الفيروس طيب هو ليه معرفش انه هو يقسمها لانه لقى الكائنات الحية دي لها صفات ان هي كائن حي وفي نفس الوقت مش كائن حي هديك مثال بسيط انت مثلا لو فيه فيروس فيروس الأنفلوانزا مثلا موجود على جدار برا الفيروس دوت ما يعملش حاجة مش عايش ما بيأكلش ما بيتنفسش ما بيعملش اي حاجة بايولوجية اول لما يبدأ يدخل جسم الكائن الحي يبدأ بقى ان هو يعيش ويتكاصر ويدي كل معالم الحياة يعني وهو خارج الانسان مش حي اول لما يبدأ يدخل يبدأ ان هو يظهر مظاهر الحياة طيب ده الكلاسيفيكيشن اللي هنشتغل بيه طبعا الكلاسيفيكيشن شكله ان هو يخض شوية لكن احنا هنبدأ ان احنا النهاردة هناخد اول صفحة اللي هو كينجدام مونيرا وبروتيستا وفانجاي وبلانتي وان شاء الله المرة الجاية هناخد كينجدام انيميلي طبعا يعني احنا هناخد نهاردة تقريبا اكتر من صفحة صفحة ونص تقريبا بس ده الشكل ده ده اللي هو التلخيص بالكامل بتاع او الخريطة اللي هنمشي عليها الدروس بتاعة التكسانومي محتاجة دايما ان انا اعمل زي خريطة ممكن ان انا اجيب فرخ لوح وابدأ ان انا ارسم عليه وابدأ ان انا اكتب وابدأ ان انا اشوف كل حاجة المطلوب منك في كل حاجة ايه؟ المطلوب منك في كل حاجة كلمتين بالزبط عن كل فايلام عن كل كلاس عن كل كائن حي كلمتين بالزبط وتعرف الصورة بتاعة الكائن الحي هنبدأ أول حاجة بكينجدام مونيرا كينجدام مونيرا هناخد الأول general characteristics فيه صفات عامة خاصة بهذه الكينجدام أول حاجة الكينجدام دول أو المجموعة دي مبدأين المجموعة دي مجموعة البكتيريا علشان نسهل كده على نفسنا دايما نفكر نفسك كينجدام مونيرا دي بتاعت إيه دي بتاعت البكتيريا مش عارف كينجدام بلانتي دي بتاعت النبات أوكي وهكذا يعني فعندي كينجدام مونيرا دي اللي هي بتاعت البكتيريا البكتيريا تقدر إن هي تعيش لوحديها أو في colonis يعني كل بكتيريا تقدر تعيش لوحدها أو مستعمرات من البكتيريا مجموعة من البكتيريا يعيشوا مع بعض هنلاقي إن جسم البكتيريا مكون من سل واحدة فبنسميه إن هما yunicellular organism خلي بالكواب عشان في حاجة اسمها نوعين من النيوكلياس في حاجة اسمها prokaryotic وفي حاجة اسمها eukaryotic يعني إيه prokaryotic ويعني إيه eukaryotic كلمة prokaryotic يعني النيوكلياس ملهاش شكل محدد شكل هلامي مفيش عندي نيوكلير ممبرين واضح وسيتو بلازم واضح جوه النيوكلياس لأ أنا عندي الجيناتك ماتيريال كده سايحة جوه السيتو بلازم مفيش نيوكلياس واضحة طب كلمة eukaryotic لأ eukaryotic معنى كده إن فيه نيوكلياس واضحة طيب أنا البكتيريا دي كائنات بدائية جدا لازم هتكون prokaryotic لما نيجي نبص على السيلول بتاعها هنلاقي إن هي ما فيهاش سيليولوز أو بيكتين يعني عشان كده ما قدرش إن هو حتى يصنفها يدخلها مع النباتات إحنا عارفين إن النباتات البلانسل لو تفتكروا من الترم اللي فات كان لازم الجدار بتاعها معمول من السيليولوز السايتو بلازم بتاعها هنلاقي إنه فيه ممبرينس أورجانيلز مش موجودة زي الميتو كوندريا والبلاستيز والجولجي أباريتس والإندو بلازم كريتيكلا السايتو بلازم بتاعها الأورجانيلز اللي إحنا درسناها هنلاقي إن هي مش موجودة طبعا كائنات بدائية جدا 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 عندنا منها هنقسمها لنوعين الأرش بكتيريا والإيوبكتيريا الأرش بكتيريا زي ما انتو شايفين بالمنظر دوت ده الشكل بتاعها دي نوع من أنواع البكتيريا اللي بتقدر تستحمل وتعيش في ظروف قاسية جدا يعني هي تحب الظروف القاسية عشان تعيش فيها تعيش في الأماكن اللي فيها درجة حرارة عالية الهوت سبرينجز اللي نبيع الساخنة الأماكن اللي ما فيهاش أكسوجين الأماكن اللي فيها ملح جامد دي نوع من أنواع البكتيريا اللي بتقدر تستحمل بنقدر نفرقها عن الإيوبكتيريا بالسيل ميمبريين والسيل وول يعني هادي أهو السيل وول أهو موجود تمام اللي هو اللونه بيربل دوت وتحته البلازما ميمبريين طيب لو جينا بقى نتكلم عن الإيوبكتيريا لا الإيوبكتيريا دي هي أكثر انتشارا وهي دي اللي موجودة في كل حتة دي اللي موجودة في الهوى وموجودة على الطربة وموجودة في المية وموجودة في كذا حتة جزء منهم بيكون أوتوتروفك وجزء هيتيروتروفك طب يعني إيه أوتوتروفك وإيه هيتيروتروفك؟ أوتوتروفك يعني بتعمل فوتوسينتيسز يعني تقدر تعمل الغيزة بتاعها لوحديها هيتيروتروفك يعني لازم تتغزى من كائن حي تاني المثال بتاعنا السيانو بكتيريا قادي اهو ده نوع من انواع البكتيريا اللي هي النسطوك قادي دية السيانو بكتيريا دي بتبقى أوتوتروفي يعني تعرف تعمل الغيزة بتاعها الوحدية بالنسبة للريبرودكشن بتاعها طبعا ما فيش عندي هنا جنس بيبقى فيه التكاثر اسكشولي بيتكاثروا بالباينري فيشن يعني ايه باينري فيشن يعني ان يبدأ الارجانيزم ينقسم لاتنين وبعد كده الاتنين ينقسموا الاربعة والاربعة ينقسموا التمانية بالانقسام هنلاقي انه ليهم اشكال كتيرة جدا الايوبكتيريا من الاشكال اللي علينا تلات اشكال اول شكل اللي هو المدور السفيريكل ده بنسميه كوكاي يعني اي شكل مدور اسميه كوكاي يعني مثلا نقولك ايه استريبتو كوكاي مثلا يعني معنى كده ان هي شكلها مدور وفيه شكلها احيانا بيبقى عامل زي الرد عامل زي العصايا كده الصغيرة ده بنسميه باسيلاي واحيانا بيبقى ليها شكل ملولو كده ده بنسميه السفيريلا تمام يبقى لما ايجا اقول كوكاي يعني ايه كلمة كوكاي يعني مدورت بس اللاي يعني عامل الشكل الرد سفيرل يعني اللي هي ملولوة بالمنظر ده عندنا نقط اخيرة في كينجدم مونرا قبل من سيبها ان ليه البكتيريا تحطت في كينجدم لوحديها لانه المنتهى البساطة لقى انه هي كائنات ضعيفة جدا نوني سيليولار الستركتر بتاعها قليل قوي الجينيتك ماتيريال مش متحاوض بالنيوكلير من انفلوب يعني هي يوكاريوتك فقالك ان احنا نحطها في كينجدم خاصة لوحديها تمام ادي الاشكال اهيت و ادي النوت اهيت طيب بعد كده هناخد الكينجدم التانية اللي هي كينجدم بروتيستا كينجدم بروتيستا هنلاقي ان الستركتر بتاعهم مش كومبليكس تمام معظمهم بيكون لسه يوني سيليولار كائنات لسه عبارة عن برضو عن كائنات عبارة عن خلية واحدة وهنلاقي كائنات تانية جزء برضو من الكينجدم ديت في اكتر من خلية النيوكلياس هنا بقى هنلاقي ان هي يوكاريوتك يعني ايه يوكاريوتك يعني موجود عندي الجينيتك ماتيريال متحاوط عندي نيوكلياس واضحة فيه نيوكليار انفلوب واضح بيفصل عن السايتو بلازم والدنيا كلها واضحة طيب ليه يا عم ما دخلتش بقى الكلام ده في النباتات لان الستركتر بتاعها بيختلف عن النباتات وعن الانيمالز لسه الستركتر بتاعي لسه برضو بدائي تمام وجزء منهم بلاقي ان هم فيه سيلول و بلاستيز لكن ما اقدرش ان انا احطه مع النباتات والحيوانات طيب كينجدام بروتيستا زي ما انتو شايفين ده التقسيم الكبير بتاعها بتتقسم عندي الاربعة فيلم اول فيلم اللي هي يوجيلينوفايتا والبروتوزوة والبايروفايتا اوليها اسم تاني داينوفلاجلاتا والفايلام الاخيرة اللي هي الكرايزوفايت هنبدأ نمسك كل فايلام فيهم وهنبدأ ناخد كلمتين عن كل حاجة قبل ما نبدأ محتاجين بس ان احنا ناخد الجانرال الكاركترستيكس بتاعة الكينجدام ديت هنلاقي ان برضو بيقدروا ان هما يعيشوا لوحديهم او يعيشوا في كولونس في مستعمرات بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في المية الفرش بيعيشوا في المية الملحة بيعيشوا في الطربة ثلاثة اماكن يقدروا ان هما يعيشوا فيها كمان بنبدأ ان هم يعملوا بارازايت احنا دي نتكلم عن فايلام بروتوزوة هي دي اللي احنا بنتكلم عنها الفايلام دي بتبدأ ان هي تهاجم الحيوانات وتهاجم النباتات وتسبب ليهم امراض هنلاقي انه في البروتوزوة دا بتبقى يوني سيليولر مايكروسكوبك انيمال لايك اورجانيزم يعني تحس ان شكلها عامل زي شكل حيوان كأنه في حيوان قدامي كائن متطور ولكن هو مش متطور هو يوني سيليولر عبارة عن خلية واحدة مايكروسكوبك حجمه صغير جدا جدا مايتشافش بالعين بيتكسره ازاي سيكشولي واسيكشولي يعني هنا موجود عندي في جنس ما بينه ممكن يحصل واسيكشولي ممكن يتكسر بدون الحاجة للجنس بنقسم البروتوزوة لاربعة كلاسس طب التقسيم لما جيه قسمهم لاربعة كلاسس قسمهم على اساس ايه قسمهم على اساس طريقة الحركة بتاعته ازاي انه هم بيتحركوا طيب ايه هم لاربعة كلاسس بتوع البروتوزوة اول كلاس عندي اللي هي ساركودينا الساركودينا دي اشهر مثال لها الاميبة طبعا كلنا سمعنا عن الاميبة اللي هي بتصيب الجهاز الهضمي تمام وممكن بتسبب مشاكل وتسبب اسهال وانتفاخ وعلى فكرة موضوع الاميبة مش سهل يعني ناس كتيرة تستهتر به لا ده ممكن يسبب الوفاة لو بدأت الاميبة ان هي تغزو بقى الارجنز بتاعت الجسم ممكن توصل للمخ بتتحرك ازاي الاميبة بتتحرك بحاجة اسمها سودوبوديا ايه السودوبوديا السودوبوديا دي يا جماعة اللي هي زي الاكستنشنز اللي موجودة بتبقى موجودة في الجسم بتاعها يعني فيه اكستنشنز كده بروز موجودة في الجسم البروز دي بتبدأ هي دي اللي بتتحرك بيها تمام طيب عندي بعد كده الكلاس التانية اللي هي سيليفورا جاية من اسمها سيليفورا دول بيتحركوا بالسيليا السيليا دي اللي هي ايه اللي هي الاهداب الاهداب دي عاملة بالزبط زي الشعر الخفيف قوي محاوط كل الجسم وبتقدر ان هي تتحرك بيها المثال بتاعي البراميسيام ده المثال بتاعي بعد كده الكلاس التالتة الفلاجل ليد جاية من اسمها برضو الفلاجل ليد دي بتتحرك بالفلاجلة الفلاجلة دي جماعة حاجة عاملة زي شبه يعني زي كأنه كرباج او ديل كده موجود لبروتوزوة بتبدأ انها تتحرك بيه اشهر مثال عندي اللي هو الترايبانوسومة الترايبانوسومة دي عبارة عن بروتوزوة بتهاجم الانسان وممكن ان هي تسبب له مرض اسمه sleeping sickness مرض النوم مرض النوم ده من الامراض على فكرة خطيرة جدا اللي ممكن يسبب الوفاة بعد كده عندي الكلاس الاخيرة اللي هي السبوروزوة كلمة سبوروزوة ان هي بيبقى فيه طالع منها سبورز يعني ايه كلمة سبورز كلمة سبورز معناها انه زي الكائن الحي كده بيكون صغير البيبي الصغير كده بيطلق في الهوى فبيتحرك مع الهوى تمام هنا المثال بتاع البلازموديوم البلازموديوم دي بتبدأ تسبب مرض الملاريا عارفين مرض الملاريا ده بيتسبب ازاي من خلال ارصى لناموسة معينة او انسكت معينة بتبدأ تقرص الانسان تنقله البلازموديوم دية بتبقى واخدة جواها الاسبورز تبدأ ان هي تدي الاسبورز دي للبني ادم تدخلها جوا الدم طيب دول بيتحركوا ازاي دول طايرين ما بيتحركوش يعني ما فيش ليهم وسيلة للحركة مش زي بقية المجموعات التانية كده احنا خلصنا الفايلام الاولانية اللي هي الفايلام بروتوزوة نيجي بعد كده للفايلام التانية اللي هي يوجيلينوفايتا فايلام بتاعت اليوجيلينوفايتا دول يوني سيليولر ليفنج ارجانيزم تمام هنلاقي انه بقى هنا جواهم كلوروبلاست جواهم جريم بلاستيد يعني يقدروا يعملوا الفوتوسينتس احنا في الفايلام بتاعت بروتوزوة لا لازم ان هما يتغزوا على حد لازم ان هما يأزوا حد لكن يوجيلينة دية طيوبة كده وبتقدر انها تعمل الفوتوسينتس بتاعتها طيب بتتحرك ازاي زي ما احنا شايفين ليها الكورباك بتاعها ليها الفلاجيلة الخاصة بيها تمام قادي اهو المنظر بتاع اليوجيلينة نيجي بعد كده للفايلام التالتة اللي هي فايلام كريزوفايتا الفايلام بتاعت كريزوفايتا ديات معظمهم بيكونوا يوني سيليلر وبنسميهم الدايتونز منلاقي ان شكلهم عامل زي الازاز بالزبط بيحتووا على السيليكا وعلى فكرة دول ليهم اهمية اقتصادية كبيرة جدا ليه لانه هم بيعتبروا غزة للفيش والمارين انيمالز اللي هي الحيوانات اللي في البحر بيتغزوا على المجموعة دي بيتغزوا على الكريزوفايتا زي ما انتوا شايفين يعني فعلا سبحان الله هطلقوا انه الشكل بتاعي جلاس كأنه بالزبط ازاز يعني اشكال مختلفة بيبقى جواها سيليكا وبتبقى مهمة جدا كغزة للكائنات البحرية نيجي بعد كده للفايلام الاخيرة في الكينجدم ديات عندنا اللي هي فايلام بيروفايتا الفايلام دي بتعيش في البحار وبتعيش في المحيطات بيحتووا على حاجة اسمها الفايتو بلانكتونز ايه الفايتو بلانكتونز ديات الفايتو بلانكتونز ديات عبارة عن كلمة ألجي يعني تحالب تحالب دقيقة جدا بحرية تمام يبقى اذا المجموعة دي فيها جواها جوا الكائن الحي بيبقى فيه تحالب بيحتووا كمان على ريد بيجمنت يعني سبغة لونها احمر فتلاقوا ان زي ما انتوا شايفين اللون بتاع هتحس ان هو محمر هو ده اللي بيديها اللون الاحمر بالاضافة ان هي عندها كلوروفل على فكرة يعني تعمل فوتوسينتزيز جواها الكلوروفل بس كمان عندها سبغة لونها احمر المجموعة الكبيرة اللي بندرسها في البايروفايتا اللي هي الداينوفلاجيليتز زي ما اقولت لكم كلمة داينوفلاجيليتز هي بتمثل المجموعة الكبيرة من الفايلان بايروفايتا طب هما ليه سموها داينوفلاجيليتز كلمة داينو يعني اتنين فلاجيليتز جاية من فلاجيلا يعني عندها اتنين فلاجيلا زي ما انتو شايفين ادي فلاجيلا اهي ودي التانية فلاجيلا ودي التانية عشان كده سمينيها الداينو فلاجيليتز كده احنا خلصنا كينجدم بروتيستا نخش بعد كده على كينجدم فانجاي فانجاي اللي هو الفطر كينجدم مهم جدا هنلاقي انه شوية من الفطر بيكون يوني سيليلر لكن الاكثرية هنا بقى بلاقي انه هما مالتي سيليلر هلاقي انه مكونة من فانجل فيلمنس بنسميها الهايفي يعني ادي فيلمنس تحس ان هو كده عامل زي الشعر يعني زي ما انتو شايفين الفانجاي اهو عامل الزيت تحس ان هو عامل زي الشعر الشعراية الوحدة اسمها هايفي كل مجموعة مع بعض بنسميها الميسيليم يعني ده كده على بعض مجموعة من الهايفي يديني الميسيليم هنا هنلاقي بقى نيوكلياس متطورة يوكريوتك انه النيوكلياس واضحة عندي هلاقي انه اللجنين بيدخل في الستركتشر بتاع السيل وال وهنلاقي ان الفانجاي ما بتتحركش ايه موبايل يعني ما بتتحركش بيتغزوا ازاي هما هاتيروترافيك يعني معظمهم بيبقى براسايت لازم ياكل حاجة تانية وجزء منهم سابروفيت يعني ايه كلمة سابروفيت سابروفيت يعني المترممات يعني ايه المترممات المترممات دي كائنات حية بتاكل الحاجات اللي هي سوري اللي هي بتكون بايزل حاجات اللي هي المعفنة تمام يعني دي كون مثال بسيط مثلا حاجة زي المشروم مثلا المشروم ده بيتغزى على ايه مشروم ده تلاقيه مثلا موجود في غبات وموجود في حتة ويطلع بعض المواسم معينة تلاقيه مثلا بعد المطر وبعد ما فيه شجر وقع وطينة وحاجات بقى يحصل لها ديكيينج تبدأ تتحلل يبدأ المشروم يتغزى عليه ينمو عليه يبدأ ان هو يأكل منه بيتكسروا سكشولي وبرضو بيتكسروا السكشولي وبيدوني الاسبورز زي ما انا لو تفتكروا كلمة الاسبورز ديت احنا قلنا الاسبورز ديت يعني زي البزور زي الجنين الصغير بس موجود جوه زي فاسكل كده صغيرة وهنشوفها دلوقتي طيب هنبدأ ان احنا نقسم الكنجدوم ديت كينجدوم فانجاي هنبدأ ان نقسمها لخمسة فايلة لكن احنا هندرس ثلاثة بس مش هندرس الخمسة كلهم هندرس ثلاثة فايلة فقط طيب بنقسمهم على اساس ايه بنقسمهم على اساس الستركتر بتاعهم وطريقة الريبرودكشن تمام هنبدأ اول فايلة معندي اللي هي الزايجو مايكوتا الزايجو مايكوتا هنا بلاقي ان الهايفة بتاعتها نوت ديفايدد تركزوا بقى في الحتة دي ان انا لما اجي اقول الهايفة ادي منظر الهايفة هي تمام كده دي نوت ديفايدد لو جيت ورحت قسمتها بالمنظر ده كده تبقى ديفايدد طيب بلاقي ان الهايفة بتاعتها نوت ديفايدد يعني بلاقي الهايفة بالمنظر دوت وبتطلع اللي سبورز اللي سبورزة هي جوه حاجة اسمها الجمع سبورانجيا ايه اللي سبورانجيا ديت اللي سبورانجيا دي عبارة عن زي بالزبط اكياس كيس كده كبير بلونة كبيرة البلونة دي جواها اللي سبورز الصغيرة البلونة دي تبدأ ان هي تفرقع تنشر الاسبورز بتاعتها في الجو طبعا الاسبورز ديت تفضل تنتقل وتبدأ ان هي تروح تمشي لغاية لما تلاقي حد تبدأ ان هي تاكل يعني الاكل بتاعتها وتبدأ ان هي تن طبعا المجموعة دي على فكرة مشهورة جدا اللي هي المجموعة بتاعت الزايجوميكوتا اشهر مثال لها العفن اللي هو بيبقى موجود على الخبز تلاقي العيش لو فضل مثلا برا كده كتير فترة تلاقي ان هو يبدأ يقول لك ده العيش عفن بدأ يحصل فيه يعني تعفن لونه اسود تمام ده عبارة عن فانجوي طب الفانجوي ده حاجة مضرة ده بالعكس الفانجوي طبعا احنا مش بنقول ان احنا ناكله يعني لانه فيه بيبقى كده باز لكن احنا بنتكلم على انه بيبقى ليه اهمية اقتصادية بنبدأ ان احنا نستخلص منه انزايمز معينة الانزايمز دي بنبدأ ان احنا نستخدمها في الصناعات الجبن الاسم اللاتيني اللي هو الريزوبس نيجريكنز ريزوبس نيجريكنز طب هي ليه تسمت كلمة ريزوبس كلمة ريزوبس جاي من ريزويدز الريزويدز ديت بس ده جزء مش عليكو يعني ان انا بلاقي انه ليه زي جدور كده يعني تلاقي تحس ان هو هتعمل زي شجرة الجدور بتاعتها وتلاقي الهايفة طلعة كده وفي اخرها الاسبرانجيام والاسبرانجيام دي جواها الاسبورز وتبدأ تنشر الاسبورز بتاعتها طيب نيجي بعد كده للكينجدم اللي بعديها اللي هي كينجدم الاسكو مايكوتا كينجدم اسكو مايكوتا دي بلاقي انه جزء منهم يوني سيليولر وبلاقي انه معظمهم مالتي سيليولر هلاقي بقى هنا الهايفة بتاعتي زي ما انتو شايفين متقسمة زي ما انتو شايفين المنظر بتاعي اهو متقسم متقسم ازاي باي سيبتا تمام سيبتا ده الجمع سيبتا ده المفرد تقسيم كده موجود عندي للهايفة السبورز بتبقى موجودة فين السبورز بتبقى موجودة المرة اللي فاتت احنا قلنا موجودة جوا الاسبورانجيام هنا لا موجودة جوا الاسكي جوا زي شونة كده اسمها الاسكي المثال بتاعي طبعاầ مثال مشهور جدا الخميرة اليست فانجس ديوني سيليلر ويه البنيسيليام البنيسيليام ده الفانجوي اللي بنستخرج منه البنسلين اللي بنطلع منه الانتيبيوتك البنسلين هنيجي بعد كده للتالتة في الفانجاي اللي هي البازيديو مايكوتا البازيديو مايكوتا هنا هلاقي الهايفة بتاعتي برضو ديفايد باي سيبتا اللي سبورز بقى بتبقى متشالة جوة كاب كده اسمها البازيديم يعني هلاقي هنا ان هي متشالة جوة كاب الكاب ديت اسمها البازيديم اشهر مثال طبعا المشروم كلنا عارفينه وطبعا المشروم مش كله بيتاكل ده بالعكس فيه انوع سامة جدا لكن المشروم عندي فيه جزء منه بيتاكل وبيبقى مفيد جدا وغني بالبروتين وغني بالفايتامينز للانسان كده احنا خلصنا الكينجدوم رقم تلاتة اللي هي كينجدوم فانجاي نبدأ في الكينجدوم الاخيرة اللي هي كينجدوم بلانتي اللي هي النباتات كينجدوم بلانتي هنلاقي بقى ان هي متطورة النوكليس يوكريوتك مكونة من اس الول بتاعها درسناها قبل كده من السيليولوز السايتو بلازم طبعا السايتو بلازم هلاقي بقى فيه الكلوروبلاست وهلاقي جوا الكلورفيل الريبروداكشن معظمهم بيحصل لهم ريبروداكشن السيكشولي سوري ريبروداكشن سيكشولي يعني فيه عندي بولين جريين وفيه عندي الأوفيول ويبدأ يحصل تكاثر عن طريق السكس الكلاسيفيكيشن بنبدأ ان احنا نقسمهم لتلات مجموعات الهاير ألجي والنون فيسكيلر بلانس والفاسكيلر بلانس خلي بالكنتو اكبر تو كينجدامز تقريبا موجودين عندكو اللي هو كينجدام بلانتي وبعد كده كينجدام أنيميليا يعني من اول هنا يعتبر جزء كبير في الكينجدام بتاع بلانتي هنبدأ نمسك اول حاجة في كينجدام بلانتي اللي هي الهاير ألجي اللي هي الالجي اللي هي التحالب التحالب عندي بنقسمها لتلاتة فايلة اول فايلة اللي هي الرودوفايتا دول بيكونوا زي الحشائش كده بالضبط حشائش وبتكون موجودة في البحر انا جاي بشكلها اهوت تمام بنلاقي ان الحشائش دي بنلاقي فيها مادة لزقة كده تحس ان فيه جيلاتين يعني اعتقد اللي نزل فيكو البحر ممكن يكون داس في الحشائش دي داس في الالجي ديت السيلز بتاعتها بنلاقي ان فيها سيلز ملونة يعني بنلاقي فيها حاجة اسمها كروماتوفورز كلمة كروماتوفورز يعني سيلز بتحتوي على سبغة السبغة دي بيبقى لونها احمر عشان كده تلاقي الالجي لونه احمر تمام فحتى بنسميهم الريد ألجي طيب الاسم العلمي بتاع الريد ألجي ايه البوليسيفونيا ألجي ده الاسم العلمي بتاعه بعد كده عندي الفايوفايتا الفايوفايتا دول بيكونوا برضو عامل زي الاعشاب كده او زي الحشائش بحرية مكونة من برانشة فيلمنز زي ما انتو شايفين عبرة عن فيلمنز كده متقسمة يعني تلاقي الفيلمنز بالمنظر ده وتلاقي ان هي متقسمة كده تمام هنلاقي برضو الخلايا بتاعتها فيها سبغة فيها الكروماتوفورز دي بس الكروماتوفورز هنا جواها البراون بيجمنت جواها سبغة لونها بنية وعشان كده بنسميها البراون ألجي تمام الاسم العلمي بتاعها الفيوكس ألجي نيجي بعد كده للكلوروفايتا الكلوروفايتا دي بقى عبارة عن ألجي لكن الألجي دي بيبقى جواها كلورفيل تمام السيلز بتاعتها بتحتوي كلورفيل وكلورفيل احنا عارفين لونه أخضر فبنسميها الجرين ألجي بحنا خدنا الريد ألجي والبراون ألجي والجرين ألجي معظمهم بيكونوا يوني سيلولر لكن هلاقي فيهم مالتي سيلولر عندنا مثالين المثال الأولاني اللي هو الكلاميديمونس ألجي ده المنظر بتاعها أهو دي عبارة عن خلية واحدة والسبايرو جايرة ألجي دي بتبقى عبارة عن كزا خلية تمام هنا البلاستيد بيبقى عامل زي الكب عامل زي الكوباية وهنا البلاستيد بلاقي الشكل بتاعه مختلف بلاقي أنه هو عامل زي الفلمينس زي ما انتوا شايفين البلاستيد عامل بالمنظر ده filaments كده عبارة عن spiral shaped plastids زي ما انتوا شايفين زجزاج بالمنظر ده spiral shaped كده احنا خلصنا مجموعة الهير الالجي هنبدأ بقى نتكلم عن non vascular plants يعني ايه الاول كلمة vascular plants و non vascular plants كلمة non vascular plants يعني نباتات عندها vessels مخصصة اوعية مخصصة لنقل المية ونقل الاكل تمام المية بتنتقل بوعاء اسمه الزيلم والاكل اللي بيتعمل من ال photosynthesis بيتنقل لبقية النبات بوعاء تاني اسمه ال flown طيب هنبدأ ندرس الفايلم بتاعتها اول فايل عندنا اللي هي priophyta moses المجموعة دي دي بتبقى اللي هي tristrial plants يعني نباتات بتبدأ ان هي تعيش على الارض بلا ان هي بتعيش فين بتعيش في الطربة اللي فيها نسبة عالية من الرطوبة بلا ان هي تعيش في الاماكن اللي هي دايما مفيش فيها شمس كتير ليه لان هما بيحتاجوا علشان ينمو المجموعة دي بتحتاج الرطوبة العالية وبتحتاج انه يبقى الجو ضلة مش محتاج شمس علشان اقدر ان انا انمو بلا ان هو حجمهم صغير جدا لونهم اخضر وليهم زي شعر تحت كده او rhizoids rhizoids ديت علشان تسبتهم في الارض يعني انا لو جيت مسكت دي مثلا ال erykesia دي لو انا روحت شدتها من الارض هلاقي ان هي ليها جزور تحت في الارض دي erykesia دي زي ما انتو شايفين هي flat خالص بططة خالص على الارض وعندي النوع التاني الفونارية الفونارية زي ما انتو شايفين هي بتبقى erect يعني بتبقى منتصبة كده فوق الارض برجع تاني اقول اهو ان انا عندي xylem هو اللي بينقل المية والmineral salts من root للstems والleaves phloem هو اللي بياخد الاكل اللي تصنع بالphotosynthesis ويودي من leaves لجميع انحاء النبات ندخل بعد كده على الفايلم التانية اللي هي tracheophyta tracheophyta دي بنقسمها لتلاتة classes احنا ده وقت هندرس الفايلم tracheophyta هنبدأ بقى خلاص احنا خلصنا ال non vascular هنبدأ نتكلم عن vascular plants vascular plants زي ما انتو شايفين الفايلم tracheophyta هنبدأ ندرس فيها ادي class ادي التانية ادي التالت ودي هتكون ان شاء الله اخر حاجة في الحصة بتاعت النهاردة اول class عندي اللي هي الفلسيتي دي بتبقى عبارة عن نباتات بسيطة جدا 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 معظمهم اصلا بيكون عبارة عن زي الاعشاب وفي جزء صغير منهم بيكون عامل زي الشرابس احنا قلنا الشرابس اللي هي ايه اللي هي الاشجار الصغيرة ليها دول بيعيشوا في الاماكن اللي هي الدامب اللي هي زي ما احنا قلنا بتبقى فيها رطوبة وفي نفس الوقت تبقى مضلمة شوي زي فين زي مثلا ممكن تلاقي ان هي طلعة جنب الابار تلاقي ان هي طلعة في الاماكن الضلة مثلا في الوديان اللي هي فيها ضل بلاقي ان ورق الشجر بتاعهم بيكون كلمة يعني عامل زي المكرونة القلم بالضبط كده ده معنى كلمة ما بيطلعوش اي ورد ما بيطلعوش اي سيدز ما بيطلعوش اي بزور امال التقاصر بتاعهم بيكون ازاي التقاصر بتاعهم بيكون تمام من خلال الاسبورز الاسبورز دي بتكون متشالة فين بتكون متشالة في مخصصة ليها في الجزء الصفلي من الليف يعني انا لو جبت الليف هلاقي في الجزء الصفلي بتاعها في معينة متخزن جواها الاسبورز دي المثال بتاعي اللي هو البولي بوديو ده المثال بتاعي نيجي بعد كده لمجموعة الجيم نوس بيرمي او اللي هي الكونيفرز اللي هي السنوبر لو تسمعو عن السنوبر لهو البينس دوت بينلاقي انه هو معظمهم اشجار طبعا اشهر حاجة شجرة كريسمس دي من ضمن الامثلة المشهورة جدا معظمهم بيكون تريز وجزء منهم بيكون شربز بلاقي انه الشجر بتاعه الورق بتاعه بيكون مدبب دي كاري سيمبل نيدل شايب ليفز الليفز هنا بتبقى مدبببة طبعا شجرة كريسمس لما بنشوفها ما بيبقاش فيها اي ورد non flowering plant بلاقي انه فيها زي كونز كده الكونز ديت بتكون في منها الميل والفيميل بيطلعوا لي سيدز ولكن السيدز ديت البزور دي بنقول انه هي naked يعني بزور عارية يعني ايه بزور عارية اي بزرق غالبا بيكون لها غطة الغطة ده بنسميه البركارب انا هنا عندي بنسمي المجموعة دي جيمني سبيرم جيمني سبيرم يا جماعة اللي هي ان انا معناها يعني بالعربي ان انا السيد عارية البزرق عندي عارية مفيش عليها غطة التقاصر بيتم ازاي التقاصر بيتم sexually نيجي بقى للمجموعة المهمة اللي هي الانجيو سبيرم الانجيو سبيرم اللي هي الflowering plants اللي هي معظم الاكل اللي احنا بنكله معظم الخضار اللي احنا بنكله معظم الفكهة اللي احنا بنكلها دي من مجموعة الانجيو سبيرم دي بنلاقي ان هي نباتات برضو تريستريال بلانتز ليها ستمز وليفز وروتز بيبدأوا ان هما يدوني فلاورز الفلاورز دي تبدأ تتغير لفروتز وتبدأ انه يبقى موجود جواها البزور بتاعتها عشان كده بنسميها الانجيو سبيرم بنقسمهم لمجموعتين او تو ساب كلاسز المونو كوتوليدونز والضاي كوتوليدونز كلمة مونو كوتوليدونز معناها زوات الفلقة الواحدة ضاي كوتوليدونز زوات الفلقة طب يعني ايه مثال مثلا الفول لو انت او انت جبتوا الفول كده من البيت تمام وبدأتوا ان انتوا تأشروا الفولة كده هتلاقوا انها تتقسم لحتتين ده مثال من امثلة ضاي كوتوليدونز تمام ده معنى كلمة ضاي كوتوليدونز هي تتقسم لاتنين البسلة تتقسم لاتنين الحاجات اللي هم نقدر نقسمها لجزئين دي بنسميها الحاجات اللي هي مش مقسومة الجزئين دي مونو كوتوليدنز وهناخد امثلة كتير لهم دلوقتي ادي هنا اهو المنظر بتاع السيد بتاع الوان كوتوليدن فلقة واحدة ودي هنا الدي كوتوليدنز اللي هما زواتر فلقتين هلاقي الورق بتاع المونو كوتوليدنز بيكون رفيع وبرل فيند يعني ايه يعني تلاقي الورقة العروق بتاعتها الورقة كده مطولة تمام والعروق ماشية بالمنظر ده برلل لبعض طيب الورق بتاع الدي كوتوليدنز لأ تلاقي الورقة العادية اللي احنا بنشوفها في الشارع اللي هي البينيت او بنلاقي اللي هي البالميت البالميت يا جماعة زي ورق العنب بالزبط لو تشوفوا ورق العنب او الورق بتاع الفراولة او التوت او الحاجات دي هتلاقوا انه الشكل بتاعها ده الشكل بتاع البالميت بالنسبة للفلاورز الورد بتاع المونو كوتوليدنز بيكون ترايميرس هولز يعني ايه ترايميرس هولز يعني الورد ده ذات نفسها مكونة من ثلاث ورقات تجي تشوف الورد ده كده تلاقي ان هي ثلاث ورقات او مضاعفتها يعني ثلاثة او مضاعفتها طب الديكوتوليدنز لا الديكوتوليدنز تلاقي اربع اوراق او خمس اوراق ومضاعفتهم برضو بالنسبة للستيمز في المونوكوتوليدنز بنلاقي انه البندل بتاعتهم زي ما انتوا شايفين الفاسكولار تيشوز اللي هي الاوعية اللي تكلمنا عنها الزايلم والفلوم وده هتدرسون ان شاء الله بالتفصيل السنة الجاية الزايلم والفلوم هنلاقي ان هو موجود جوه اللي استيمب المنظر دوت متوزع بالمنظر ده يعني كل واحدة من دول عبارة عن مجموعة من الاوعية طيب الديكوتوليدنز الديكوتوليدنز لا بلاقي انه الاوعية ديت مترصصة على هيئة سيلندر يعني تلاقي كده مجموعة من الاوعية بتبقى واخدة شكل بالزبط السيلندر يعني حتى انا بشبهها كده زي ما يكون مجموعة من اصحاب كده عملين دورية مع بعض ده المنظر بتاع الفاسكلر تيشوز في الديكوتوليدنز بالنسبة للروتس بتاعة المونوكوتوليدنز بلاقي ان هي فيبروس فيبروس يعني بلاقي ان لها شعر كتير قوي بحس ان هي متشعبة تحت بالمنظر دوت لكن الديكوتوليدنز بلاقي ان هي تاب كلمة تاب يعني تلاقي الروت كده ويدوبك طالع منه شوية اطراف كده قليلة قوي غير الفايبروس الفايبروس زي ما انتوا شايفين بيبقى متشعب جامد جدا الاكزامبلز بتاعة المونوكوتوليدنز عندنا الامح الويت الميز البنانة الميز اللي هو الشعير والبنانة الموز الانيون البصل الكاكتس اللي هو الكاكتس اللي هو الصبار والليلي والبال طيب الدايكوتوليدنز زي البي البسيلا والبين والهو الفول الورنج الروز الكتن طبعا من ضمن المونوكوتوليدنز برضو البالمن هو النخيل كده احنا عملنا مقارنة سريعة ما بين المونوكوتوليدنز والدايكوتوليدنز وفي النهاية حابب ان انا اشكركم جدا انتظرونا ان شاء الله في الحلقة الجاية اشتركوا في القناة